خليني اروح معاكم بقى لخبر ممكن يكون نروح كده ناحية السياحة يعني نروح لمكان شوية هوا كده ناحية البحر صحيفة ايطالية الصحيفة افاري الايطالياني قالت ايه قالت مدينة مرسى عالم يعني واتكلمت عنها بانه هذه المدينة اللي بتوجد بعد اقل من يعني تقدر تروح انت بعد اقل ساعات من ايطاليا المسافة يعني قربها واشرت الصحيفة الايطالية في تقرير انه يعني الشعب المرجانية اللي موجودة في بحر مرسى عالم بتعتبر الاجمل في البحر الاحمر وقالت كمان الكائنات البحرية المزهلة وجمالها وزي ما انتم شايفين في الصورة قالت ان مرسى عالم نفسها تعتبر هي نفسها الوجهة المثالية لقضاء عطلة على مدار العام يعني وطبعا القيمة بتاعتها الممتازة والسعر والشكل والطبيعة الجغرافية والشعب المرجانية زي ما انتم شايفين يعني الناس اللي بتيجي سواء اللي بيعملوا غطس او بيشوفوا يشاهدوا الدولفن ويلعبوا معاهم الدولفن طبعا يعني كائم بحري لطيف جدا جدا وهو زي ما نقول عليه صديق للانسان يعني حتى يعني ان اس لما بتشوفه بتحييه وبيلعب مع الانسان وفيه كده ود ما بينه وبين الانسان لكن طبيعة مرسى عالم زي ما انتم شايفين في الصورة دي الطبيعة البرية جميلة جدا والطبيعة المائية جميلة والصحيفة الايطالية الحقيقة قالت كمان انه مرسى عالم واجهة مثالية يعني انت لما بتوصف ده خصوصا ايطاليا انتوا عارفين يعني بتيجي شرم وبيجو الغردقة لكن كمان مرسى عالم كما كان لوحده وصفته بالجمال يعني زي ما انتم شايفين الصورة بتبين الناس ممكن يتبستوا في ايه يعني سواء في البحر يعمل سنوركلينج او يعملوا غطس او يستمتعوا بالشاطئ او بالعوم او الشعب المرجانية او يعملوا سفاري زي ما كان فيه في الصورة او يشاهدوا الطبيعة بيعملوا ساعات سفاري على فكرة على الجمال بصوا الدولفن قد ايه جميل يعني الحقيقة عندنا طبيعة جميلة جدا وهنا حدهو بيغطس وبيشوف لا الناس بتبقى مبسوطة وبيشاهدوا على فكرة الصور دي بتبقى موجودة دايما عندهم في الصحف زي الصحيفة الايطالية دي وبتبقى موجودة دايما في برامج السياحة فبقعة حلوة في مصر ده شيء جميل جدا وليها هذا الجمال اللي موجود والدنيا هو والجوة حلوة هو طيب يعني دي من الحاجات الحلوة اللي دايما نحب نروح ونيجي عليها كده في التاسعة ونتكلم عن اللي بتك يعني كيف يرونا مصر يعني